بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما زلنا مع صورة النازعات واليوم المقطع الختامي لها والذي يبدأ من الآية السادسة والثلاثين وبرزت الجحيم لمن يرى هنا الرأ مشددة بالكسر إذن هي مرققة البعض يظن أن الرأ المشددة وهي كأي حرف مشدد مكون من حرفين الرأ الأولى ساكنة والرأ الثانية متحركة هنا بالكسر إذن هي مكسورة البعض يعتقد أن الرأ المشددة تقسم فيظن أن الرأ الساكنة تتبع حركة ما قبلها فيقولون أن هذه الرأ الساكنة سبقت بضم إذن هي مفخمة أما الرأ الثانية المكسورة فهي التي ترقق وهذا خطأ ونبهنا عليه في باب الرأات في الأخطاء الشائعة أتمنى ترجعوا تشوفوه قلنا أن الرأ المشددة بقسميها بالرأ الساكنة والمتحركة تأخذ حكم تجويدي واحد في التفخيم أو الترقيق ولا ينظر لحركة الحرف السابق لا تقسم وإلا لقرأت هذه الكلمة وَبُرِّي هذا خطأ يا إخواني انتبهوا المدغم يأخذ حكم المدغم فيه في باب التفخيم والترقيق الحرف المدغم هنا وهي الرأ ستأخذ حكم الرأ المتحركة هي أدغمت فيها فتأخذ حكمها لا تستقل بحكم منفرد إذن لا ننظر لضم الباء السابق للرأ المشددة بل ننظر لحركة الرأ المشددة اعتبروا الشدة غير موجودة مشددة بالكسر إذن هي مرققة بقسميها مشددة بالضم أو بالفتح تكون مفخمة بقسميها أيضا تمام؟ إذن هنا الساكنة والمكسورة مرققة وَبُرِّي وَبُرِّي ذاتي الجحيم تمام؟ طبعا عند الوصل تسقط همزة الوصل وهذه لام قمرية ساكنة مظهرة زمنها توسط وهذه الياء مدية مقدرة حركتين عند الوصل لمن يراه نون ساكنة بعدها ياء تضغم في الياء إضغام ناقص بغنى وهذه رأ مفتوحة إذن تفخم يرى لمن يرى إذن تقرأ هذه الآية وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْطَغَى الميم المشددة حرف مشدد أغن حكم وجوب الغنى بمقدار طبعا حركتين فأما من طغى هذه النون الساكنة تخفى عند الطاء إخفاء حقيقي والغنى ستكون مفخمة لماذا؟ لأن حرف الإخفاء وهو الطاء حرف مفخم والغنى أيضا حرف مفخم فتفخم الغنى بسبب حرف الإخفاء الذي أتى بعد النون الساكنة وهو الطاء فنقول من طغى ولا نقول من طغى اسمع صوت الغنى من طغى وليست من طغى لن ترقق الغنى ولكن تفخم طبعا نرأي ترقيق الميم لأن من بعد الميم المرققة الغنى مفخمة والطاء والغين وكذلك هذا الألف سيكون أيضا مفخم وذلك لأنه سبق بحرف مفخم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا الألف هنا سبق بهمزة مفتوحة إذن هو مد بدل يمد حركة ويلحق بالطبيعي والراء المفتوحة كما قلنا تفخم وآثر ننتبه ونحذر من تبديل الث بسين لا نقول وآثر انتبهوا وآثر ثا ثا من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا ثا وآثر الحياة الدنيا كلمة الحياة قلنا أن هذا الألف رسمه على الواو وهذا يسمى إبدال لن تقرأ هذه الواو ولكن يقرأ هذا الألف وصلا مط بحركتين ووقفا مد عارض للسكون وهذه اللام شمسية لن تقرأ والنون الساكن هنا ستظهر إظهار مطلق رغم أن بعدها ياء وهو حرف من حروف الإدغام ولكن لن تدغم هنا لأن النون أتت مع الياء في كلمة واحدة فيمتنع الإدغام وتظهر إظهار مطلق فنقول الدنيا ولن نقول الدية وهذه الكلمة الأولى في هذه الحالة ومعها ثلاث كلمات أخر وهم بنيان صنوان قنوان إذن تقرأ هذه الآية وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى نفس الأحكام هذه النون المشددة نفس الميم المشددة يعني حكمها الغنى بمقدار حركتين فإن الجحيم هي المأوى الهمزة الساكنة نحذر من القلقلة لا نقول المأوى فهذا خطأ ولكن نثبت المخرج ببقاء الحبلين الصوتيين منغلقين تماما فلا تقلقل المأ ثم أنطلق إلى الواو المفتوحة المأوى المأوى ولا نقول المأوى مأ هذا الصوت خطأ ولكن المأوى فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف ما قام ربه كذلك الميم المشددة حكمها وجوب الغنى أما هذه النون الساكنة بعدها خاء إذن تظهر هذه النون إظهار حلقي والخاء من حروف التفخيم وكذلك القاف خاف ما قام وهنا التفخيم من أعلى المراتب وهو المفتوح وبعد ألف خا ما قا نحافظ على ترقيق الحروف المرققة يعني لا نقول خاف ما قام وأما من خاف ما قام ربه فخمنا كل الحروف هذا خطأ من خاف ما قام ما قام خاف وليس خاف ما قام تمام ربه بعد الهاء يوجد ياء معكوفة وهذه الياء هي مد صلة صغرى طبعا هذا عند الوصل تمد حركتين هذه الياء كالمد الطبيعي وتلحق بالمد الطبيعي نقول خاف ما قام ربه ونهى أما وقفا طبعا يلغى مد الصلة ونقف على الهاء بالسكون ربه ونحافظ على ترقيق الباء مع الكسر الصحيح ربه وأما من خاف ما قام ربه ونهى النفس سعاني الهوى نفس الأحكام أيضا التي مرت معنا هنا كلمة ونهى هذا الألف وقفا ما الطبيعي مقدار حركتين ولكن عند الوصل يلتقي بالنون الساكنة من المشددة يعني التقاء ساكنين بما أن الساكن الأول هو حرف مد إذن يحذف للتخلص من التقاء الساكنين ونقرأ من الهاء إلى النون ونهى النفس طبعا الفاء الساكنة نبين فيها الصفات والأهم فيها الهمس ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أيضا نفس الأحكام أن المشددة حكمها وجوب الغنة بمقدار حركتين ونحذر من قلقلة الهمزة الساكنة فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها نحقق صفات السين الساكنة الهمس الصفير الرخاوة الاستفال يس يسألونك عن الساعة أيان هذه الياء المشددة لا ننسى أنها موضع من مواضع النبر أيان مرساها هذه الرأس ساكنة سبقت بضم إذن تفخم مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها فيما نحذر من إطالة زمن الفتحة حتى لا يتولد منها ألف لا نقول فيما هذا خطأ فيما فيما أنت وهذه النون الساكنة تخفى لأن بعدها تاء وكذلك هذه النون لأن بعدها ذال أنت أنت ذكراها أنت من ذكراها الكاف الساكنة نبين فيها الهمس ذك ذكراها وحرف الذال لا يبدل إلى زي لنقول ذكراها تمام فيما فيما أنت من ذكراها ورمز المد الطويل وصلا بعد همزة إذن هو مد منفصل عند الوصل أما وقفا ما الطبيعي حركتين إلى ربك منت هاها نفس الأحكام التي مرت معنا الرأ تفخم لأنها متحركة بالفتح وهذه النون تخفى لأن بعدها تاء هذه الأحكام المكتوبة مرت معنا ولكن هنا هذا الألف في كلمة إنما بعد همزة في الكلمة التالية إذن هذا الألف مد منفصل يمد حركتين بشروط أو أربعة أو خمسة كلمة منذر الرأ مضمومة عند الوصل إذن هي مفخمة منذر أما وقفا تكون ساكنة سبقت بكسر إذن عند الوقف هي مرققة منذر ونحق كسر الذال من الأخطاء الشائعة في هذه الكلمة هو الاعتقاد أن هذه الرأ منونة بالضم منذر وهذا خطأ هي ليست منونة وإنما هي مضمومة فقط منذر من بقراءة حفص عن عاصم هذه الرأ مضمومة وليست منونة إذن تقرأ هذه الآية إِنَّمَا يَرَوْنَهَا يَا كَأَنَّهُمْ اللام الساكنة هي لام فعل مظهرة لأنها أتت في وسط الكلمة وهذه الألف الفارقة لا تقرأ وهذه الواو المدية بعدها همزة في الكلمة التالية إذن هي مد منفصل كما قلنا منذ قليل وطبعا الميم الساكنة واللام الساكنة من حروف التوسط يعني زمنها توسط عشية أو الياء المشددة كما قلنا فيها نبر وهذا التنوين بعد همزة إذن يظهر إظهار حلقي عشية أو ضحاها الضاد من حروف التفخيم أما الح والها فهي حروف مرققة والألف أيضا بعدهما سيكون مرقق تبعا لهما ضحاها لا نقول ضحاها هذه من الأخطاء الشائعة حا فتحة حا وليس حا ها فتحة ها وليس ها إذن لا نقول ضحاها ولكن ضحاها وطبعا نحذر من تبديل الضاد بضاء لا نقول ضحاها هذا خطأ ومن الأخطاء الشائعة أيضا في بعض الدول لا نقول ضحاها لا يبرز طرف اللسان مع الضاد طرف اللسان يلامس بالفعل أطراف الثناية العليا مع الضاء فلنتبه لا نقول ضحاها ولكن ضو ضحاها ندخل طرف اللسان إلى داخل الفم إذن تقرأ هذه الآية وهي آخر آية في السورة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بهذا نكون أتممنا سورة النازعات المرة القادمة إن شاء الله نبدأ في سورة النبأ أسأل الله التوفيق والقبول والإخلاص شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآسر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها ترجمة نانسي قنقر